موسيقى جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ونجاحات تحققت خلال اسبوع في مكافحة شتى صور الجريمة فمن خلال استهداف بؤر اجرامية شديدة الخطورة بمنطقتين بحيرة منزلة بنطاق محافظات ضمياط وبورسعيد والدقهلية ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والاسماعيلية تم ضبط 181 متهما وضبط معهم اسلحة نارية ومواد مخدرة وفي مجال ضبط الاسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة ضبطت اجهزة وزارة الداخلية خلال اسبوع 1077 قطعة سلاح ناري من بينها 190 بندقية و92 بندقية آلية و67 طبنجة و727 فرد محل الصنع و1 جيرينوف وطلقات نارية مختلفة الأعيرة بلغت 2149 طلقة متنوعة إضافة لـ 1485 قطعة سلاح أبيض كما تم ضبط ورشة لتصنيع الاسلحة النارية غير المرخصة وبها اسلحة نارية وأدوات التصنيع وترسيخا لمبدأ سيادة القانون نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام من تنفيذ 506 718 حكما قضائيا من بينها 2257 حكما جنايا و176 762 حكما حبس و252 500 حكما غرما و75 499 حكما مخالفة وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة نجحت أجهزة الوزارة في ضبط 18 تشكيلا عصابيا ضم 52 متهما قاموا بارتكاب 116 حادث سرقة متنوع وتم كشف غموض 49 جريمة ما بين قتل عمد وسرقة بالإكراه وحريق عمد وانتحال صفا وضبط مرتكبوها بإجمالي 72 متهما كما تم إعادة 15 سيارة مبلغ بسرقتها وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال إسبوع من ضبط 1327 قضية إدجار في المواد المخدرة ضبط خلالها 1445 متهما وبحوزتهم ما يقرب من 322 كيلو جرام من مخدر الحشيش وأكثر من 325.5 كيلو جرام من نبات البنجو المخدر وكمية من مخدر الهيروين وزنت أكثر من 19.5 كيلو جرام وكمية من مخدر الاستروكس وزنت أكثر من 25.5 كيلو جرام وعدد 229 ألفا وخمسمائة قرص مخدر وتواصل وزارة الداخلية بزن العطاء لفرض الأمن وحماية الأرواح والممتلكات وضبط الجرائم المختلفة ومواجهة كافة صور الخروج عن القانون ترجمة نانسي قنقر